بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلامة والسلامة على رسول الله. اما بعد. لو انت ما سمعتش الاتنين فيديو اللي انا عملتهم شرح نظري للمقال. ياريت اسمعهم قبل ما تيك بدأ تحل معايا عشان تستفيد. في فيديو منهم انا شرحته وانا بقرأ كلام مكتوب بالكمبيوتر. وفيديو منهم انا شرحته وانا بشخبط بالقلم كده في صفحة فاضية. لازم تسمع الاتنين دول. ما عنديش وقت تسمع الاتنين يا مستر اسمع اللي مكتوب بخط ايدي وسيب التانية ده لما يكون عندك وقت. ولكن انت لو طالب شاطر وانا وتجيب درجة محترمة لازم تسمع الاتنين فيديو. ما عايش استحمل الوقت انا عارف مضغوط بالنسبة لك ولكن استحمله. النهاردة ان شاء الله هبدأ احل تاني في كتاب الملحق. الناس اللي بيذكروا من كتاب المعاصر النهاردة ان شاء الله هنزلكوا منه برضو واحدة او واحدة ونص كاملين. وهنخلص يجد عم ما تقلقوش انا بس بحل المتحانات عشان يعني المتحانات اهم ما يكون في الفترة دي. الكلام انا بحله ده موجود في صفحة كام صفحة خمسة وعشرين في كتاب الملحق. طب انا معايش الملحق ده يا مستر. هتلاقي سيادتك مرفوع على اليوتيوب مكتوب ملحق كتاب المعاصر. مرفوع في المحتوى المحتوى المفتوح. اول سؤال بقى مستر انت فكرنا اصلا انا بنسى بسرعة. مشي عم خليك معايا. ادي مقال. العنوان مكتوب هنا كده بين الاقواس عامات تنسى زي ما اتفقنا. اول جملة. تاني جملة. تلت جملة. رابع جملة. خامس جملة. وهكزا. اي في الدنيا ده اسمه. اي في الدنيا بتكون من تلت جمل. الجملة الاولانية لازم تكون اسمها الجملة التانية او الجمل التانية اللي يسمعها وبعد كده في الاخر هو بيكون في كم واحدة حضرتك. طب كم زي ما انت عايز تشرح انت بتشرح على قد ما تقدر براحتك في دي. طيب براحتك برضو بتكتب جملة واتنين. طيب ويفضل طبعا جملة اكيد يعني. طيب بقول لك ايه اول جملة قلنا عليها? يا يبقى دي رقم واحد. الكلام من كترة تكرارها تحفظه. البراجراف دي عبارة عن ايه? ادي اهو قدامك وانت راجل عايق الوحكم. البراجراف دي عبارة عن جملة وجملة وجملة. يبقى بس لازم يكون حوالين موضوع واحد ما تنوعش وتفضل تشوح في الناس في البراجر. عبارة عن جملة وحدة برضو لا و escolt يبقى رقم صح. اللي قلنا رقم تلاتة. اه 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 انت بستخدم دول فين بيكتبهم بص يا باش مهندس او بيقوا فين بعد التوبك وقبل تعال نشوف كده اختيارات بنكتبهم في الاسي بس ما هو تعاملين تكتبها استقال ده معناه ان احنا بنتكلم ناس مش مش عقلة لما هو الاسي عبارة عن باريجراف وباريجراف وباريجراف كل باريجراف فيه وبعدين وبعدين يبقى الجملة الاولانية دي مرفوضة عقلا ورقلا قبل الجملة الاولانية لا حضرتك انت قلتلي اول جملة تبقى وبعد وبعد بتكتب وبعد بتكتب يبقى في النص هي بتيجي قبل الاولى يعني بتيجي قبل الطبك لقى طبعا طبق بعد الطبك وقبل موجودة يبقى رقم سيدي صح. طب هاو من السنتنسز السؤال ده انا شخصيا اعترض عليه لان انا شخصيا لما حاولت ابحث في اكتر من مرجع بقولك ان عدد الجملة اللي بتكون في البراجراف كم جملة مكتوب انك تكتب براحتك. في ناس قالوا من تلاتة لتمانية. من تلاتة لتمانية. انت متخيل هو في الكتاب ورا شريحها من خمسة لسبعة وبالتالي غالبا اللي معنا موزج ممكن تكون في من خمسة لسبعة. هاو من كم موضوع المفوض البراجرافي يغطيه. لو انت رجعت معي وصحصحت كده انا قلت لك انا ايه ما تعدش في البراجراف عن فكرة واحدة. يبقى هنا هاو مني طب هاو مني لا البراجرافات بيكون على دهب رحتك على حسب انت عايز تكتب مميزات وعيوب يبقى انت قد عايز اتنين. طب مميزات وعيوب واشتخدامات ونقد يبقى اربعة على حسب ما انت عايز. طيب بس في كل جملة في كم لا واحدة بس طب في كم انت تشرح فرحتك. لو انت فاكر انا قلت لك ساعة بما تلمح كلمة وكلمة 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 اعرف ان هو بتكلم عن وحنا اتفاقنا ان في اربع طوق بنحقق بهم لازم تسمعهم وتحفظهم عشان خطري. طب هو يا مستر ايه اليونتي وايه الامفاسيز وايه الكوهيرانس التلاتة دول حضرتك دولي اه التلات خصائص اللي انا بستخدمهم دول خصائص البراجراف الجيد. انك تكتب فكرة واحدة واتطورها. طيب انك تكتب الافكار وفقنا لاهميتها المهم الاول وهتنقل الاهمية. طب ايه الكلام يبقى متسق او متلاصق مع بعضه. واتلاك كلمة تختارها لما يقول لك او يقول لك ان الجمل الافكار او هول توجدر. معلها انك انت بتقول لي فكرة وبتقول عكسها. يعني ايه فكرة او بتقول فكرة وتقارنها بفكرة تانية. دي معلومة عادة دي عادي جدا. يعني الحرب قد تؤدي الى الكثير من العوافيات ده سبب وتأثير ملوش علاقة بالجدل. زانيو لو بص بانت لما تقولي القانون الجديد ده كان قرار حكيم. على عكس القانون القديم يعني انت بتعمل كده بتقارن حكتين ببعضهم يبقى الاجابة رقمسي صح. ايه اللي بيحكي لك قصة? انت عارف انواع البراجرافات في وفي 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 اهم نوعين يا جماعة واللي اعتقد انه ممكن يجيز في امتحان النوع ده. اللي هو الاقناعي الكاتب بيحاول يقناعك بفكره او اللي هو بيحكي لك في قصة يعني قصة. لو انت فكر اصلا لو كنا بندرس كان دائما يقول لك ايه هو يعني على طول اصلا. طيب الجملة اللي بعد كده. رقم تسعة بقول لك اللي هي الجملة الاولانية. احنا قلنا كم جملة مفروضة يبقوا موجودين? تلات حاجات. بقى تلات عناصر يعني. الحلو. بقول لك ديت. المفروض تكون ايه بقى? ديت. بص لازم تكون مختصرة جدا. ولازم تكون عامة جدا. وعد ما تكتب الفكرة العامة بتبدأ تخصصها. طيب انا شايف ان دي تنفع. دايما عن العلوم. لأ مش هنكتب كل المقالات العالم عن العلوم. واسعة بالقدر الكافي. بحيس انها تشرح وتفسر. اه دي برضو صح. حاجة الكاتب مهتم بيها. مليش دعوها باهتمامتك. انا بتكتب مقال. اول جملة فيه. لازم بتكون الجملة دي بتقول لي انا هاقرأ عن ايه في البراجراف دا كله. طيب انا شايف انا شخصيا ان ايه? وسير اتنين الفعه في الجملة دي لكن هو عايز واحدة بس. طب انا عايز اخد واحدة بس يا مستر يعني. وعايز افاضل واحدة. افاضل رقم سي طبعا. طب ليه? لان هو خصصها لك نفسه. يعني مفروض تكون واسعة بالقدر اللي يخليك تشرح او تفسر الطبك. طيب اه يعني ايه برضو ما تكونش يعني ما على سبيل المسال. انا بكتب عن استخدامات التكنولوجيا في التعليم. ما روحش هنقاية الجملة كده. تكنولوجي وروح كيأساكت. دي كده واسعة بحري. لكن مسلا نقول تكنولوجي از فري امبورتانت آآ آآ ويوز اتو تيتش. مسلا نقطة انت كده خصصتها لي. فلو هفاضل بالاتنين دول رقم سي ولكن اظن ان سؤال ده لو ازاي ده لجفل امدحان هيشيل واحدة من اتنين وغالبا هيشيل رقم ايه? عشرة. كم عادة الجمل انا بحى صوتي فيها. يا جدعان الجمل مش محدودة. الجمل دي براحتك. انت بتكتب عادة جمل براحتك. تبعا عادة البراقرافات برضو براحتك. بس لازم تعمل حسابك ان في البراقرافات دول لازم يكون فتاة براقرافات اساسية وتحشي بعد كبراحتك. او وبعدين يعني وبعدين 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 جملتين ينفعوا عشان لازم يبقى تلاتها على الاقل وبعدين تبقى وسع. اتليست سينتنسز اتليست فايف سينتنسز. قالك. قالك. لازم تخبرك من كلام ده كويس. ايه من دول لو انت فاكر انا قلت لك ان ممكن نستخدم كلمة يبقى اسمها اديشن. كلمة يبقى اسمها طيب لما قل لك كلمة لذلك او يبقى اسمه سبب ونتيجة. تعال نشوف. ايه من دول سبب ونتيجة. اول واحدة. من اولها كده قال لك يبقى دي سبب ونتيجة يبقى دي كده اسمها يبقى دي جابة اللي احنا محتاجينها. طب انا مش فاهم دي كويس. افاهمها لك ازاي? ابصلك على الرقم دي وتعال نشوف ايه اللي فيها. عملت كزا والانترنت اه اه والانترنت اصبح بطيء. مدام في يبقى دي اديشن. طيب لما قل لك عندما واللي بعدها قال لك افتر. كلمة وكلمة افتر دول حداتك بنستخدمهم في السيكوينس. لو انت مش فاهم الكلام ده ارجع لأول فيديو عملناه في النظري. انا كنت بشرح للكلام ده. الكلام ده كله موجود في الكتاب دي ما انا بشرح منه ده الملحق ده. هتلاقي ايه عامل لك جداول وقل لك الكلمات دي بنستخدمها في السيكوينس. الكلمات دي في الكوز والافيكت. الكلمات دي في لازم تبقى حفظ الكلمات دي على فكرة. يعني متحتاج لحفظ رتبان من معناه اصلا. عبار عن ايه? انت قلت لي يا مستر مية مرة بل مح معها دايما كلمة بس هي بقى فاهم برضو افرد غير بقولك ان هي كلمات بنستخدمها عشان ننظم ده باستخدام الترتيب الزمني او يبقى رقم ايه? عبار عن سلسلة من الجمل اللي عن فكرة واحدة اللي هتعريف حضرتك. مباشرة كده من غير ما الجملة اللي بتعبر او كل جملة يعني بتعبر الفكر دي اسمها اللي موجودة في كل طب مدام فيها شروحات كده يبقى دي اسمها على طول. الموضوع مش صعب على فكرة الموضوع ده ابسط ما يكون ويرزقك انه جالك في امتحان. يعني ايه الجملة المفتاحية اللي موجودة في كل طب تعالي نشوف الاختيارات ونعرفها مع بعض. انا عايزك تساعدني. عايزك ما تسدنيش انا بتكلم وانت ساكت. قول معي دي قولنا اسمها ايه? مدام فيها اسباب وشروحات وامثلة واختيارات وتفاصيل يبقى اسمها على طول. طيب مدام فيها يبقى دي مين على طول من غير ما نفكر يبقى دي طيب طريقة بنختم بقى الجملة اللي بتعبر عن الفكر القاسية او او النقطة القاسية اللي بتاعت البراجراف يبقى دي من غير ما نفكر كده الفكر القاسية يعني اساسي يبقى انا تعرفها رقم دي تعرفها الجملة القاسية. طيب بعد كده ادخل على رقم اربعتاشر. رب ما ننساش وعدي جمل بس كده. ماشي اربعتاشر. دي بتكون جملة واحدة? لأ بيكون كتير. بتكتب كتير وبتشرح وتفصل وزي ما انت عايز. سلسلة من البراجرافات يبقى دي على طول. طب لو قال لك سلسلة من الجمل يبقى دي يبقى دي يبقى دي يبقى دي يبقى دي مين على طول يا مستر. طب لو قال لك يبقى دي مريش دعوا برأس السؤال سيبك منه وخليك معي. طب قاويت يبقى دي هو في السؤال يقول لك اللي هي اسباب وامثلة وخبرات وتجارب واحصائيات نكتبها. ايه من الجمل اللي تحت الاربعة دول ممكن نحطه هنا كده بيحس بقى يعني ايه برضو الجملة اللي لما اقرأها بفهم الكلام اللي بعد كده عن ايه. بقول لك على العكس على عكس انواع اخرى من الكلاب هم النوع اللي احنا نكتبه هنا ده. ما بيحتاجش كثير من التمارين كل يوم. والزحام والدوضاء والحاجات دي ما بتأثرش عليهم وما بيكونوش متوترين منهم وعادي ممكن يعيشوا فيهم. ما هم يعيش لوحدهم بساعات طويلة. فوق ده كله هم معروفين ان هم صابورين ومحبين للاطفال وما بيعوروش للاطفال. تعالى بقى ايه الجملة من دول اللي تسلوح نقطها هنا. بلدوغز ار جود شويس فور دوغ. اه اف دوغ فور بيبل هو ليف ان ستز. البلدوغز دي كلاب حلوة ممكن نحطها مع الناس اللي بعيشوا في المدن. ولا افري فامي اللي يشوف شو ده كل عيدة لازم يبقى عندها كلب. مش كل الكلاب سعيدة بالعيشة في المدينة. كل فصائل الكلاب بتكون جميلة ولطيفة. انا اخترت الجملة الاورانية. وهحطها في السياق وترجم. هو نوع معين او اختيار افضل للناس الذين يعيشين في المدن. فعلى عكس انواع اخرى من الكلاب. هذه الكلاب يمكنها ان تعيش بدون ان تتدرب ويمكنها ان تعيش في الضوضاء. ينفع هنا. طب ينفع تقول لي كل عيدة لازم يكون عندها كلم. على عكس الكلاب الاخرى? طبعا لا. مش كل الكلاب بتكون سعيدة في الحياة في المدينة على عكس الكلاب الاخرى. فهم ممكن يعيشوا. المنطق الجملة الاولى. طيب. بقول لك اقرأ الجملة دي. وتشوز من غير ما تكرق الجملة حضرتك. قال لك اختار هي بتكون اول جملة. ما عرفش ايه كده. يبقى الجملة هي اول جملة في الموضوع مباشرة. من غير ما تكمل وتكرق الجملة على بعضها. سبعتاشر بقى. بقول لك اختار افضل هنا. هي الجملة من دول اللي في حطته هو دايما بياخد وقته بيسمعني لما اشرح له تفاصيلي واقول له شكوتي. لما انا بكون في المستشفى هو دايما بييجي زورني. هو دايما بتأكد ان انا باخد دوايا بشكل مناسب. كثير من اصدقائي بيحبوا يروحوا يشوفوه يعرضوا عندهم عن نفسهم عنده. وهم بيحبوه اكتر ما انا بحبو او زي ما انا بحبو. بيحكي عن دكتوره طبعا. ما الابويه انا بالقطعة هو بيحكي عن ابويه هنا ولا فوق عن دكتور. اهو دكتور اهو. تعالين فهنقول رؤية الطبيب اليومين دول اصبحت امرا صعبا. هو دايما بياخد باله مني. الكلام مش راكب على بعض. انا سعيد جدا مع طبيبي فهو دايما بياخد باله مني وهو الكلام ده راكب على بعض. اصبح من الصعب انك تايي الطبيب هو دايما بياخد باله مني. لاحظ انك انت لما حطت الجملة في السياق الجملة السياق ماشي مع بعض. يبقى هي دي تنفع. اللي تنفع دي. انا لازم ادور على وظيفة جديدة. ايه اللي انت ممكن تستخدم ها لديت? بتاعي نجربها كده. انا لازم ادور على وظيفة. انا مبسوط حاليا في وظيفتي دي. مش كلام مش راكب على بعضه. انا لازم ادور على وظيفة. اصل الصفر من المكان وظيفتي مش صائفها طويلة او تنفع. انا لازم ادور على وظيفة. اصلا انا اللي من دول اصبح عندي طفل ومرتبي مش مكفي يبقى بيه وسيل اتنين ينفعوا. يبقى فعلا بيه سي. اعمل زي ما انا بعمل كده. اختار من غير ما اتفكر. هو عايز استخدم مين? اللي هي مين? اللي هي اول جملة في الموضوع. يبقى زواي فين هي هنا? زواي الحتة دي موضوع سهل جدا بس انت تفهم. يعني اول جملة في البريغراف. بقول لك اختار افضل من دول ينفي نحطه هنا. معظم الناس اللي بيكسبوا اه اه دخل يعني متوسط الدخل ده بيحاول ان هما يصرفوا على عيالهم وعيلتهم بالفلوس دي. اي حد بيشتغل ومعاه بياخد مرتب محدود عمره ما بيعرف يصرف على احتياجاته كلها. لو احنا رفعنا المرتبات فالعائلات هيكون عندها فلوس تصرف على نفسها وتدلع نفسها. يا ترى هو انا بيحكي لك عن يعني صحاب البيزنس هو في الجملة انا بيحكي لك عن الناس اللي وضعها زي النيلة. يبقى دي ما تنفعش. حان الوقت ان احنا نرفع مرتبات الناس اللي بيعانوا. فعلا. هي دي بتنفع. ليه تنفع? حان الوقت ان احنا نرفع مرتبات الناس اللي بيعانوا. معظم الناس اللي بياخدوا اصلا مرتبات فيها معاناة مش عارفين يعيشوا كويس. لازم نقلق عن الوظائف مش المرتبات. لأ ده هو بتكلم عن المرتبات. يبقى دي ما تنفعش. الاباء في القاهرة عندهم مصاليف كتيرة. ما قال ليش كده. وقال لك الناس اللي بيعندهم مرتبات محدودة بيعانوا. فعشان كده من الضروري ان احنا نرفع مرتباتهم يبقى رقم بيلي صح. طيب واحد وعشرين. احسن سؤال انا بحبه هو السؤال ده. اختار اللي تنفع عليه. اولياء الامور المفروض ما يسمحوش لاطفالهم ان هم يعدوا من الطريق ده. ايه اللي ينفع نحطه هنا في الجملة دي? تعالى نمسك اول واحدة نشوفها. العربيات ده من بتمشي بسرعة من المكان ده. اه مع انت بتقول العربيات بديمشي بسرعة من هنا. فالاولياء الامور لازم ما يسيبوش عيالهم يمشوا من هنا. سانة لفعت الطفلين اصيبوا في حادثة وهم معادين الشارع. فالقباء المفروض ما يسيبوش عيالهم او ركبوا برضو. زير ار ميني جود ريسترانز. في كسر من المطاعم في الشارع ده. القباء المفروض ما يروحوش ما يسيبوش عيالهم يمشوا في الشارع. يبقى دي ما لهاش علاقة بالموضوع. يبقى ايه اندي بيلي صح. بعد كده رقم 22. السؤال ده ميلي بيحبو انا بيحبو. ايه الطوبيك سنتنس? اول جملة يبقى هي الطوبيك سنتنس. الطوبيك سنتنس يعني الجملة اللي بتيجي باول الجملة دايما. يبقى هيفي رينز ستوب مني اف اوار اكتيفتز. دي رقم سين. بتشو ازا سابورتينج سنتنسيز فور داتوبك سنتنس. السابورتينج سنتنسيز يعني الكلام اللي ينفع يركب بعد دي. موست ستودينت سنية تو ليرن جود ويز تو ستادي. معظم الاطفال معظم الطلاب محتاجين يتعلموا افضل طرق للمذاكرة. سمت احيانا الغش في الوادب في مجموعات ممكن يكون مساعد ينفع بالله عليك نقول ان الاطفال لازم يتعلموا طرق المذاكرة الغش حاجة حلوة ولا الاطفال لازم يتعلموا طرق المذاكرة. فالمذاكرة بدلا من النوم ما بتساعدش في التعلم او ان هما يحرزوا هدفهم اه دي حلوة. لازم نتعلم طرق كويسة في المذاكرة. فالمذاكرة بدل النوم انك تذاكر وما تنامش ده شيء غلط ما ينفعش تعملو اه رقم بيدي تنفع لازم تنام وتذاكر. طب ميكينج فريندس اس امبورتن تو هابنس انت سكسس تكوين الصداقات ده مهمة في النجاح والسعادة مال دي بالمذاكرة يا عمي. ميني هاي بينج جوبس وظائف مال الوظائف يا عمي بالمذاكرة. بقول لك المذاكرة عم من حج. خلصنا دي كده. انا دلوقتي ان شاء الله قبل ما اقوم من مقامي هذا هبدأ احل في الجزئية اللي بعد كده. اللي هي في كتابي انا نفيدي اللي في صفحة من اتنين وتلاتين لحد ما نوصل صفحة ستة وتلاتين. النهار ده برضو هيكون موجودين. عايزك بقى تبدأ تتركز معايا الناس